لم تغلق الطريق أبداً بين الشقيقين العراقي والسعودي لكنها ظروف كورونا التي غيرت شكل المصافحة لكنها لم تغير عمق العلاقات يصل الكاظمي في أول زيارة رسمية للرياض أجواء ترحيب مهيبة ثمنت حجم الأخوة والمحبة بين شعبين وقيادتين بالمدفعية ورسم العلم العراقي في سماء السعودية كانت أولى خطوات الاتفاق الوثيق بين البلدين على تعزيز سبول تعاون المشترك وأعلان خمس اتفاقيات بين بغداد والرياض في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن والاستثمار والحدود إذن في قصر اليمامة يتوحد العراق والسعودية على الثوابت الواحدة والمشتركة في مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار وتعزيز الاستثمار ومناقشة تفعيل صندوق الاستثمارات السعودية لم يكن اللقاء اليوم مجرد بروتوكول رسمي إن ما حقق الكاظمي فيه ما أكد بداية مشواره الحكومي بتفعيل التواجد العراقي في محيطه الخريجي والعربي ويعادة النبض الذي يحيي آفاق البناء والإعمار وتفعيل الحدود في كل ما لدى الرياض وبغداد من وجهات نحو تطوير وتنمية أكثر فاعلية يلمسها المواطن العراقي كما المواطن السعودي دعم سعودي في كل المجالات ينجزه الكاظمي في زيارة ضرورية وتوقيت مهم ليبدأ العمل على تحقيق المتفق عليه وما يريد العراقي أن يتغير إلى واقع ملموس يعيد خطوط التواصل والتعليم والصحة والتجارة بين الشقيقين تجمع بينهما حدود واحدة اضędzyعnahmen نعم النسبة لك تنسى التقديم جزئ